قبل أسبوع واحد من يوم الانتخابات استخدمت نائبة الرئيس كامالا هاريس الكلمة للتعهد للأمريكيين بأنها ستعمل على تحسين حياتهم في كلمتها الختامية للناخبين هاريس تؤكد أن الخوف والانقصام ليس ما يمثله الشعب الأمريكي ترامب أمضى عقدا من الزمن في محاولة إبقاء الشعب الأمريكي منقسما وخائفا من بعضه البعض هذا ما هو عليها أنا هنا الليلة لأقول هذا ليس ما نحن عليها وفي معرض كلمتها الانتخابية الختامية من المكان الذي أطلق فيه ترامب في السادس من يناير عام 2021 تصريحات حول الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي ألهمت حشدا للسير إلى الكابيتول ومحاولة إيقاف التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات السابقة واشنطن التذكاري في ناشيونال مول والأمر الأكثر أهمية كان أن حملتها تأمل أن يساعد هذا الإعداد في جذب انتباه الناخبين في الولايات المتأرجحة وفي ولاية بينسلفينيا المتأرجحة عقد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تجمعا انتخابيا في مدينة ألينتاون وهي المدينة التي يقتنها عدد كبير من الأمريكيين من أصول اللاتينية وفي هذه الولاية المتأرجحة هناك أكثر من أربعمائة ألف بورتوريكي ويؤيد منظم الحملة رؤية أدلة على أن الجدل يحول اللاتينين ضد الرئيس الجمهوري السابق حتى مع الدعاء ترامب أنه كان يحقق تقدما مع الكتلة التي تميل تقليديا إلى الديمقراطيين وعلى همشي التجمع الانتخابي لترامب نظم أمريكيون من أصول اللاتينية تظاهرة تعبر عن غضب الأمريكيين اللاتينين لسيما أولئك القادمين من بورتوريكو بعدما شبه ممثل كوميدي تحدث في تجمع الانتخابي لترامب في نيويورك في نهاية الأسبوع الماضي الجزيرة الأمريكية بكومة من القمامة